بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلم أنه يوجد في جهازك طريقة بسيطة وسهلة ومجانية وتدعم اللغة العربية ولا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت لتحويل الصور إلى نصوص؟ وهذا يشمل أيضا ملفات PDF المصورة فإن كان لديك صفحة مصورة فيها نص مكتوب بأي لغة وأردت إتخال هذا النص إلى الحاسب فلا داعي بعد اليوم أن تتكبد عناء كتابة هذا النص على لوحة المفاتيح إنما يمكنك الحصول عليه كلال ثوان بسيطة وبدقة عالية جدا جدا كل ما عليك فعله هو أن تفتح الصورة على جهاز الكمبيوتر سواء كانت ملف صورة أو PDF أو حتى صفحة إنترنت ثم اضغط على لوحة المفاتيح Windows مع Shift مع S تتحول الشاشة لديك إلى اللون الغامق حيث يمكنك تحديد أي منطقة من الشاشة واقتصاصها كصورة وبرفع يدك عن زر الماوس يظهر إشعار في منطقة الإشعارات في Windows انقر على الإشعار لتفتح اللقطة التي اقتصصتها على برنامج القصاصة إن لم تكن من هوات مفاتيح الاقتصار فيمكنك بالطبع الوصول إلى البرنامج من قائمة إبداء انقر على زر قائمة إبداء وابحث عن تطبيق Snipping Tool أو باللغة العربية أداة القصاصة ثم ضغط على الأمر جديد ستصبح الشاشة غامقة وتستطيع أن تقطص أي جزء من الشاشة سأفتح ملف PDF سأستقدم برنامج القصاصة لأخذ لقطة شاشة تحوي النص التي أريد استخراجه ثم سأنقر أمر إجراءات النص يقوم البرنامج خلال ثانية واحدة بتحليل الصورة والتعرف إلى النص كل ما علي فعله الآن هو نقر أمر نسخ النص بالكامل والآن يمكنني لسق النص في أي مكان أريده مثل برنامج Word حيث أستطيع تحريره وتنسيقه كأي نص مكتوب ما يميز هذه الطريقة الدقة العالية جدا مع اللغة العربية وهو أمر كنا نفتقده بشدة أما إن كنت تفضل طريقة الكتابة بصوتك ويتولى برنامج Word تحويل صوتك مجانا إلى كلام المكتوب أتابع المقطع الذي يظهر على يمين الشاشة الآن اسألني في التعليقات عن برنامج Word والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته